اطلاق خطوط جوية جديدة تربط تسعة مدن مغربية مع بعضها البعض وفي التفاصيل قررت شركة رايانير للطيران منخفضة تكلفة اطلاق رحلات وخطوط جوية جديدة لكن هذه المرة بشكل داخلي حيث ستربط طائرتها تسعة مدن مغربية مع بعضها البعض وفي هذا الصدد قررت رايانير اطلاق خطوط جوية داخلية في المغرب وذلك بدعم من وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الجماعي والتضامني وبالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة وفي اطار هذا المشروع التطوير الاستثنائي سمحت السلطات المغربية لشركة رايانير بوضع رحلات داخلية محددة بين بعض المدن المغربية عبر فتح داشر خط جوي داخلي جديد ابتداء من صيف سنة 2024 وبالتالي سيتضمن برنامج رايانير الجديد ابتداء من هذا الصيف افتتاح داشر خط جوي داخلي جديد إلى تسع وجهات مغربية وهي اقادير الراشدية الصويرة فاس مراكش ورززات وجدة طنجة وتطوان اشتركوا في القناة